شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل تقول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله علي قلها بقالسه وارفع رأسك لفور قلها بقالسه وارفع رأسك لفور أنا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري أنا مصري وابويا مصري وقصف الدني مصري من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن أهلا بكم مع إطلالة متجددة على عطائي وإبداعي أبناء مصر الذين يؤسسون بالبحث العلمي طريق التقدم والنهضة لهذا الوطن معكم وحلقة جديدة مع العلم والعلماء وعلماء من بلدي ضيفنا اليوم عالم مصري جليل يحظى بمكانة علمية مرموقة هو الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والحائز مؤخرا على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية لعام 2016 ترجمة نانسي قنقر لو ألقينا الضوء في لمحة سريعة على التاريخ الأكاديمي والبحثي والمهني والعلمي لعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين نقول هو حصل على باكلريوس الطب والجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة عام 1982 نال الماجستير والدكتوراه في نفس الجامعة في جراحة المسالك البولية عامي 1989 و 1992 ونال دكتوراه أخرى بإحدى الجامعات الهولندية عام 2001 حصل على دبلومتين لإدارة المستشفيات من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عام 2000 والجامعة الأمريكية عام 2006 واسمحوا لي قبل أن أسرد باقي المسيرة العلمية الحافلة بالعديد والعديد من الجوائز والبحوث التي من خلالها استطاع أن يحفر اسمه بحروف من الذهب في التاريخ العلمي الذي سيشهد الأجيال الآتية وسيتعلم منه الكثيرون أرحب بضيفي وضيفكم اليوم العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين أهلا بحضرتك دكتور مشار رفنة وسعداء بتشريفك معانا في استوديو علماء من بلدي أهلا وسهلا مرحبا طبعا قبل أن نكمل الحديث عن مسيرتكم العلمية الزخيرة والحافلة اسمح لي نخرج فاصل ثم أعود وأستكمل معكم شكرا للمشاهدة موسيقى 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 ضيفنا وضيفكم الليلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين صاحب رصيد ضخم من البحوث المنشورة في الدوريات العلمية المحلية والعالمية بتزيد على المئة مبحث إضافة إلى البحوث المقدمة لأكثر من مئة وخمسين مؤتمرا ما بالداخل والخارج اختارته سبع دوريات عالمية كمحكم دولي في مجال التخصص العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين له جراحات متميزة ومعروفة باسمه ومدرجة بالمراجع العلمية وأمهات الكتب وله دورات عالمية للتدريب وورش عمل في الكثير من بلدان العالم أيضا له مدرسة علمية ضخمة في مختلف دول العالم أشرف على 38 رسالة علمية وقام بالتحكيم مثلها كما عمل أستاذا زائرا ومحاضرا في عدد كبير من الجامعات الأمريكية والأوروبية والأسيوية والعربية هو العالم المصري الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين الذي تولى إدارة مركز أمراض الكلة والمسالك بالمنصورة من عام 2004 إلى عام 2012 ورئاسة لجنة التعليم الطبي بالجامعية العالمية لجراح المسالك البولية لفترتين متتاليتين ورئاسة الرابطة العربية لجراحة المسالك لمدة عامين حظي بتكريم وتقدير على مجال واسع وكبير محليا وعالميا فحصل على العضوية الفخرية للعديد من الجامعيات الأمريكية والأوروبية جائزة مؤسسة عبد الحميد شمان بالأردن لأفضل بحث طبي عربي عام 1996 وجائزة جامعة اسطنبول عام 2002 وجائزة الدولة المصرية التشجيعية ثم التفوق ثم تووجت الرحلة بالتقديرية عام 2016 فاصل ونعود ونتواصل معكم ومع ضيفنا الليلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن أبو العينين النبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن عودة إليكم مرة ثانية نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والمدير الأسبق لمركز أمراض الكلة والمسالك بالمنصورة والحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية لعام 2016 حقيقي إحنا سعداء بتشريف حضرتك بينا فخورين بوجودك في مصر وبالقيمة العلمية الكبيرة التي وصلتم إليها يمكن دكتور حسن هبدأ من الجوائز وخاصة أنكم حصلتم على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2016 فطبعا بنهنئ حضرتك وبنهنئ أنفسنا كمصريين على وجود عالم كبير بهذه القامة والقيمة في بلدنا نبتدي بقى من الجوائز ورحلة الجوائز مع حضرتك وخاصة أن هي بدأ منذ بداية مبكرة حضرتك حصلت على الطبيب المثالي جائزة الطبيب المثالي لنقابة الأطباء عام 1990 والجائزة الأولى لأفضل بحث في المؤتمر 26 الجمعية المصرية لجراح المسالك عام 1991 وجائزة الدكتور محمد فقري وأفضل بحث في مجال الجراحات وغيرها 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 ما شاء الله يعني بداية أنا برحب بحضرتك وبرحب بسيادة المشاهدين وبشكر على هذه التقديمة التي ربما لا أستحقها لكنها يعني بتضيف إلى هذا التاريخ ما قد فعلناه في السنوات المنصرمة منذ التخرج حتى الآن دائما إحنا بنعمل ليس بغرض الجوائز ولكن بعد الإنجازات تأتي الجوائز وده بشيء تلقائي لأنه هناك مقولة يجب أن يعني يعتد بها كل باحث أو كل شاب أو كل طالب أن لكل مجتهد النصيب تأكيد هذه الحقيقة دائما ثابتة ودائما لا تغيب فكل اللي علينا إن احنا بنعمل شغلنا صح وبزيادة كمان وبعد كده ربنا بيجازي أعظم الطرق الواحد يجاز بهذا هو أنه يبقى راضي عن نفسه إذا راضيت عن نفسك وعن أدائك أعتقد أنه سوف يرضى عليك الغير وسوف يكون مقربك في الآخر إلى إلى نيل هذه الجوائز نعم منذ تخرجي سنة 82 من جامعة المنصورة دائما كان تخصص المسالك البولية كان يستقطب الأوائل من دفعات الطب وأستاذنا ربنا أمد طعب الصحة أستاذ الدكتور محمد غنيم بينتهج نهجي جميل في استقطاب المتميزين من شرائح الأطباء وبيوليهم رعاية وعناية على مدار عملهم وبالتالي النبتة الصالحة بتنتعش وتؤتي ثمارها بشكل جيد بالتأكيد طالما المناخ مهيئ حين تهيئت المناخ إلى جانب الإصرار والمثابرة المستمرة ووضوح الرؤية وتحديد الهدف بمساعدة الآخرين أعتقد كل هذه المقاومات هي مقاومات نجاح إضافة إلى أنه لابد أن يكون هناك درايف هناك دعم أو دافع قوي ولابد أن يكون هناك مشكلة عشان إحنا نقدر نحلها واستشعار المشكلة هو ده سمة الأستاذ المعلم أن يعني يتكاتف الجهود سواء كان شباب الأطباء أو كبار الأطباء في تبني مشكلة معينة وهذه المشكلة يجب أن تكون مشكلة تؤرق شريحة كبيرة من المرضى وبالتالي يكون هناك دافع قوي وجيد لحل هذه المشكلة انتهاجنا في المسارك البولية إلى تأسيم الأطباء إلى مجموعات نعم هذه المجموعات بيكون مجموعات بحسية وكل مجموعة بتعمل في مجال نعم قدر لي أن المجال اللي كنت ببحث فيه هو مجال الأورام وعلى واجه الخصوص سرطان المثانا وده كانت مشكلة كبيرة في مصر وكان يعني عدد كبير من المرضى في مقتبر العمر بيعانوا من هذا المرض وبالتالي تميزت في هذا الخصوص كان هناك مشكلة في عمليات تحول البول وهذه المشكلة تم حلها إلى بعد المثابرة والعمل المستمر للمضني توصلنا إلى جراحات مبتكرة وغير مسبوقة لاستبدال المثانا التي يتم إزالتها نتيجة السرطان بمثانا أخرى يتم تخلقها من الأمعاء وبالتالي يتسنى لهذا المريض أنه يعني يقضي حاجته عن طريق المخارج الطبيعية وليس هناك حاجة إلى تحويل البول عن طريق البطن ده الأحدث يعني التطور في هذا المرض أو الأفضل بالنسبة للمريض يعني كان من يعاني فيما سبق من سرطان الألمزانة كانت بتجرى له عملية تحويل لمجرى البول نعم فحينما هذه المشكلة التحويل القديمة كانت بتؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبرى عند المرضى وبالتالي المريض بيحبط اجتماعيا ويتوارى عن الأنظار ولا يتفاعل مع المجتمع لأنه أصبح زعاهة بشكل ما وبالتالي بعد يعني عمل هذه الجراحة أصبح المرضى يعيشون وسط المجتمع يعني يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ثم بعد ذلك تميز البحث في الأعماق إلى تطوير هذه العملية وتحسينها وإنستنباط أشياء جديدة الأمر الذي حدى بنا أنه يطلبها الكثير من طباء المسالك البولية في العالم فبدأنا نعمل ورش علمية وورش تعليمية دولية وحتى الآن عملنا أكتر من 25 دورة تدريبية في هذا المجال ويرتدها حتى الآن أكتر من 700 متدرب أجنبي إضافة إلى عدد مثيل له من أبناء المصريين نعم الأطباء كانوا بيجوا يعودوا أسبوع أو أكثر لتعلم هذه الجراحات والنمط وجائزهم شافوا في التقديمة بعض الصور لمرضة لأطباء من نيجيريا أو أطباء من السودان أو أطباء من بلاد أخرى يأتون ليتعلموا هذه الأنماط الجراحية تزامن مع ذلك وإجراء بحث عن أسباب سرطان المثانا وأسباب بحث عن طرق المختلفة للحفاظ على سلامة الكلة وهذا الأمر حدا باستدعاء إلى جامعات ألمانيا وجامعات هولندا لعمل هذه الجراحات هناك وتعليم الأطباء هولندا حضرتك صاحب مدرسة علمية معروفة في هذا المجال ولكم طرق تدريس ونهج خاص في هذا التخصص وأيضا جراحات تنسب إليكم على المستوى الدولي والعالمي وأيضا في أمهات الكتب ولكن يمكن دكتور حسن جزء من رسالتنا في هذا البرنامج أننا نقدم القدوة ونقدم النموذج ونحاول نبرز كل الجوانب الهامة في شخصية العالم لكي يستفيد منه الجيل الحالي أنا عايزة أسأل حضرتك كيف تكونت تلك الشخصية العلمية الألثرية المتعددة الأبعاد التي نراها الآن أمامنا هو طبعا علشان يتميز الباحث إحنا بداية أعضاء هي التدريس وأساتذة في الجامعة ولابد ألا يعني يغيب عن دهن أي باحث أنه وظيفة الأستاذ هي ثلاث وظائف الوظيفة الأولى وهي التعليم أن يقوم بتعليم التلاميذ أو الطلبة أو المريدين من حوله والمتدربين نمرأ أثنين أن يقوم بعمل البحث العلمي والاستنباط طرق جديدة لإسراء العملية البحثية وعدم الرضا الكامل بما هو كائن هناك دائما مقولة أو مبدأ يجب أن يتمتع به كل باحث شاب أنه كل يوم الصبح يصحى يسأل نفسه أنا كده كويس ولا ممكن أبقى أحسن من كده إذا ما سألش نفسه السؤال كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة هيفضل محل كسير ولن يتقدم أنه يعني الله يصل إلى مرحلة الرضا الكامل لابد أن يكون لديه رغبة مستمرة وشديدة جدا في التقدم والبحث والتميز بشكل مستمر لأنه إذا توقف والعالم يسير بخطة سريعة فسوف بالتبعية ستكون أنت في الخلف لابد أن تواكب هذا العصر والعلوم الطبية كل يوم بها جديد بها جديد وكل ساعة فإذا لم يكن الطبيب أو الأستاذ المنوض به عملية بحسية أو تدريسية وخلافه أعتقد أنه سوف يتأخر عن أقرانه فهوهدية ده المبدأ اللي احنا بنعليه دايما أستاذنا الدكتور غنيم ربنا دول الصحة كان بيدفع بنا إلى المؤتمرات السنوية في كل محافل الدنيا وبالتالي كان يزرع فينا الغيرة العلمية والغيرة المهنية الشديدة بحيث أنه يقول ليه فلندا يبقى أحسن مننا ليه المركز داي يبقى أحسن مننا وهكذا أعتقد أنه يعني يعني الحجج الوهية أو الأعذار التي لا ترقى إلى أن الواحد يقول أنه ما فيش إمكانيات أنه ما فيش الظروف أنه أنه هناك في مصر بؤر وجزر تميز قام القائمين على شؤونها بالإمكانيات المتاحة والإمكانيات المحدودة وفي ذل الروتين والقانون ولكنهم مع المثابرة ومع الجد والاجتهاد بدأوا يتميزهم وبدأ يعني كنا كنا نعرف جدا أن كل الناس المصريين يطلعوا يتعلم مبارا ويرجعهم لا ده الناس أجانب ييجوا كتير جدا يتعلموا في مركز الكلا ويرجعهم وده كان نمط جديد دكتور حسن يعني حدتك يعني أثرت نقطتين غاية في الأهمية النقطة الأولى أن يعني الكثيرين بيتعللون بضعف الإمكانيات وهذا يعني عكس تماما ما يجب أن يكون يعني ممكن بأشياء بسيطة جدا أن احنا نبدع من خلالها كما حدث يعني بالنسبة لمركز الكلا بالمنصورة وطبعا يعني تحية تقدير وعرفان للعالم الجليل الأستاذ الدكتور الكبير محمد غنيم لأنه مؤسس هذا الصرح العملاق في هذا التخصص وكان يأتي إليه المرضى من جميع أنحاء العالم فهذا يثبت أن لدينا يعني أطباء أكفاء على قدر كبير من العلم ومن المسؤولين ومن المستوى الرفيع في الكثير من التخصصات ولا ينقصهم أي شيء عن أقرانهم بالخارج وديما مقاومات النجاح أنه لابد أن لا يركن الإنسان لأنه بس يقوم بعلاج المرضى ولكن أستاذ الجامعة عليه أن يقوم بالبحث العلمي والابتكار عليه أن يقوم بالتعليم وتربية الكوادر المهنية أو البحسية بشكل جيد بحيث أنه يتمنى مدرسة علمية من شأن هذه المدرسة أن تقوم بنشر هذه الأبحاث وهذه الابتكارات في العالم أعتقد أنه هذا النموذج نموذج ناجح ودلوقتي عمره أكثر من 35 سنة وكنا نتمنى أن يكون هناك عدوى أخرى لمراكز مثيلة في تخصصات أخرى هناك طبعا بعض البؤر نعم ولكن على الأسف لم تحظى بهذا التميز أو بهذا الاهتمام الكبير والتركيز عليه وخاصة أيضا أن حضرتك كنت تدير هذا المركز لمدة كبيرة لابد أن نتكلم ونتحدث عن هذه الجزئية ولكن اسمح لنا بعد هذا الفاصل فضل لك شكرا اشتركوا في القناة بنزرع بنتعلم بنبني ونعلم وكل يوم بنرفع اسم بلدنا تعالوا نكمل نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكثر مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا مصر بتتقدم كل يوم بنا مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا مصر بتتقدم من خلال أبنائها وإحنا بالفعل لدينا الكثير والكثير من الأبناء الشرفاء المخلصون لهذا الوطن المحبون له مصر هتفضل دايما كبيرة وعظيمة بأبنائها رغم أو زي ما بنقول كده يعني أعداء النجاح اللي بيحاولوا أن هم يصدروا أي طاقات سلبية مش هينفع مع المصريين وهتفضل مصر كبيرة أنا عايزة أرجع لحضرتك مرة تانية معالي الدكتور وحقيقة إحنا لما بنكون يعني كفريق عمله كأسرة برنامج دايما طبعا يعني أنا النهاردة بدل يعني الزميلة العزيزة هالا فمش بس يعني عايزة أقول أن إحنا بنكون مبسوطين لا بنكون حاسين بفخر قوي بالعلماء اللي موجودين في البرنامج وأن في مصريين على هذا المستوى العلمي الراقي والجيد وأن شهرتهم مش بس في مصر أو في الدول العربية لا دي تخطط يعني الحدود يعني في أوروبا وفي أسيا وفي أمريكا فده شيء جميل وشيء عظيم وشيء يخلينا أن إحنا نفخر بهؤلاء العلماء وطبعا حضرتك من ضمده قبل مخرج للفاصل كنت بتكلم مع حضرتك عن تجربتك في إدارة مركز أمراض الكولة والمسالك بالمنصورة من 2004 ل2012 وطبعا بنذكر والجميع يعلم أن مؤسس هذا المركز هو العلم الجليل أستاذ الدكتور محمد غني وطبعا دي كانت وقت ذهبي جدا وأثرت الخبرة الإدارية وتميزت هذه الفترة في أننا ليس فقط كنت حاصل على اتنين دكتوراه في علوم المساياك البولية اللي هي العلوم المهنية أو الطبية ولكن تم إثراء العمل الإداري أيضا بالحصول على عدد اتنين دبلومة في إدارة المستشفيات وحتى حاليا بأقوم بالتدريس لإدارة المنظمات الصحية في بعض الكليات والمعاهد أعتقد أنه ليس كل طبيب أن يكون مديرا ناجحا لكن ممكن أن يكون لديه المهارة الإدارية ولكن حينما تسقل هذه المهارة الإدارية ببعض الدراسات أعتقد بيبقى أكثر قدرة على احتواء المواقف والتفاعل مع الأزمات والعبور بالمؤسسة إلى النجاح دايما في هذه الفترة جلنا مشاكل كثيرة أولها طبعا استمرارية التمويل لهذه المؤسسات أولها بعض المعوقات اللي ممكن أننا كنا نتحجد بها ولكن بالمثابرة والاجتهاد والإخلاص أعتقد أنه إذا أخلص أي واحد في مهنته ويتجرد من مصلحته الشخصية المباشرة أعتقد لابد أن يكتب له النجاح لأنه سوف يأتي الرزق ويأتي التمويل ويأتي التبرعات ويأتي لأنه الناس فيه خير كثير جدا في هذه البلد هم بس عايزين يعرفهم فين المكان اللي فيه إخلاص كيفية التوجيه يعني صحيح أنه يأنس إلى هذه المجموعة الإدارية أنها سوف يتم تداول ما تبرعون به إلى تصب في مصلحة المرضى أو مصلحة المكان وليس ستصرف في شكل مكافآت أو حوافز أو خلافه أعتقد أنه إذا توسم أي فاعل خير أو أي متبرع لأي مؤسسة حكومية أو جامعية هذا الإحساس أعتقد أنه سوف يعطي بسخاء وأنا أذكر أنه قمنا ببناء عيادة خارجية كبيرة جدا أعتقد أكلفة أربعة وتسعين مليون جنيه أنا ذاك من التبرعات أعتقد التمويل الحكومي كان فقط ستة وعشرين مليون والباقي من التبرعات تكون مجرد أرفع سماعة التليفون وأطلب أحد الخيرين أقول له نحن بنعمل كذا كذا أقول لا هذا المركز له سمعة طيبة ويعالج الفقراء وكذا وكذا وبالتالي كان يعني يعطي بلا حساب نعم أعتقد ممكن جدا أن تتكرر هذه الطريقة أو تكرر هذا السيناريو في أشياء كثيرة إذا توسم المتبرعين الإخلاص والتفاني وكان فعلا بيعالج الفقراء أعتقد أنه هناك بعض المعاهد والمؤسسات الطبية الخيرية بتتلقى تبرعات وبسخاء لأن الناس عندها قناعة أنها بتقوم بعلاج الفقراء أعتقد اللي أنا عايز أقوله كمان أنه ليس فقط هذه المؤسسات تقوم بالعلاج العلاج هو ليس الهدف الأوحد ولكن تفريخ الأطباء المتميزين في هذه المهنة ده نوع من أنواع الاستثمار الكبير لا يجب أن يقتصر مركز واحد على عمل نمط معين من الجراحات ويستأثر به على طول الوقت ولكن يكون من مهمته أنه يقوم بالتدريب والتعليم ودفع هؤلاء المدربين إلى السوق العمل بحيث أنه بدل ما يبقى فيه في المنصورة دكاترا متميزين يبقى فيه في كل المراكز وفي كل المحافظات دكاترا على مستوى عالي من التدريب والتميز والحرفية في المجال المركز بيقدم الخدمات للمرضى الذين لا يستطيعون أن يقوموا بدفع فواتير العلاج الباهظة التي نسمع عنها في الكثير من الأمكن ولا هناك جزء يعني نقول عليه اقتصادي أو لمن يقدر أن يقوم بالدفع هو بداية كان 94% من عدد المرضى الذين يتم علاجهم في هذا المكان مجانا مطلقا و6% أنذاك هم اللي كانوا يتم دفع مبالغ وهذه المبالغ رمزية ولا توازي حقيقة ما يتم صرفه على العلاج ولا يقومون بدفعهم من الجيوب مباشرة ولكن من الهيئات والمؤسسات إذا كان مؤسسة زي القهرباء أو القضاء أو وزارة العدقة عن طريق التأمين فهي تقوم بدفع هذه المبالغ نظير علاج الموظفين اللي بينتموا لهذه المؤسسات لكن مع زيادة أسعار المستلزمات الطبية زيادة تكلفة وهناك إصرار شديد على الحفاظ على النمط العلاجي ألا يقل ألا تقل كفاءة العلاج عن الحد الأدنى والمتعارف عليه عالميا نتيجة الإمكانيات وخلافه فطبعا غلو الأسعار في المستلزمات الطبية حدى بالإدارة أنها تتوسع قليلا في علاج لمن يقدر نعم يعني للقادرين بحيث أنها تستطيع يعني أن تغطي على ألا يجتري ذلك على حق الفقير نعم طيب يمكن يعني أنا عايزة تكلم برضو مع حضرتك في جزئية خاصة وهي عن التعليم الطبي وورش العمل اللي حضرتك كنت بتقيمها في العديد من دول العالم وتدريب الكوادر في دول مختلفة مثل مالي ونيجيريا والسودان واليمن وغيرها من الدول الأخرى ويمكن برضو كان في برنامج حضرتك شاركت فيه وهو كان فيه صنعاء باليمن عن نقل الألكولاء هو حصل فعلا أنه ورش العمل دي كانت تاسك متكرر لما توارد الناس للتعليم فأصبح بقت شيء منظم وعن طريق بعض التمويل لبعض البحوث قمت بإرساء كاميرات لنقل الجراحة الحية من حجرات العمليات إلى المدرج الكبير في المركز ليتمكن عدد كبير من الأطباء بمشاهدة الجراحة الحية والتفاعل مع الجراح صوت وصورة منقولة مباشرة من غرفة العمليات من غرفة العمليات وهذا النمض أصبح روتين يعني حتى الآن أعتقد وصلنا إلى أكثر من حاجة وستين ورشة تعليمية في مجالات مختلفة بداية كانت سنة 2002 لما كان هناك زيارة لأوسباكستان كانت هذه الدولة دولة مسلمة منبثقة من الاتحاد الروسي بعد الاستقلال ومدوا يد الطلب إلى المساعدة وفعلا استدعينا 18 دكتور منذ الأنزاك ثم تولدت الفكرة للتعليم المستمر بعد الحصول على هذا التمويل من أحد الأبحاث الممولة تم شراء الكاميرات وتم عمل هذه البرامج وحزوا هذه الدورة التخصات الأخرى من منظير البطل لنجاح التجربة فيما يخص برنامج زراعة الكلة شاركنا فيه في دول مختلفة منها السودان ومنها نيجيريا وأرمينيا وأوسباكستان ومناطق مختلفة بعضهم كان النظام في البلد بيسمح بالاستمرارية وبعضهم كان النظام لا يسمح وانقطعت الصلة نتيجة خلل داري عندهم ولكن احنا كنا دايما أي مجموعة من الدكاترة يجم يتلمسوا أو يطلبوا المساعدة كنا نبعد فريق من الأطباء حتى في اليمن لتقديم العاوني والمساعدة يعني الأستاذنا الدكتور رونيم خاد الفريق كله وحتى التخدير والممرضات والآلات لبداية هذا البرنامج وتم زراعة أول سبع حالات في اليمن ثم بعد ذلك حصل في طام لهم وهم أعتقد دلوقتي وصلوا 400 حالة زراعة كلا بس قبل الحرب اللي في اليمن نعم أتمنى أن يعود كل واحد إلى رجده مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله طيب خلينا نخرج فاصل ونعود مع حضرتك سريعا لأن مع الأسف يعني الوقت قارب وأوشك على الانتهاء مصرعة على بينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصحة هيبعادة والمرة حد فكر يسد طريقنا هيعدينا ايدي في ايدك نكسر كل الحدود وهتفضل بينا دايماً أم الأوطان مصر المسيح مصر أبنى عن جدود والمطلة وفيك مصر هتفضل بينا مصر هتعلى بينا الفترة الجولانين نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصحة هيبعادة والمرة حد فكر يسد طريقنا هيعدينا مصر هتعلى بينا الفترة الجيلة لنا ابني بجد ولا يبنيه اللي هنبني بأيدي وتستمر الرحلة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي موعدكم وعلماء من بلدي الثلاثاء على شاشة القاهرة بنرجع مع حضرتك مرة أخرى ويمكن السؤال المتبقي لي في الدقائق البسيطة هو عن البرامج القومية اللي بتكون موجهة لمعالجة بعض الأمراض اللي بتكون أكثر شيوعا ومنتجر يعني باعتبار حضرتك موجود معنا النهاردة فهنخصها في أمراض الكلة وسرطان البروستاتا من وجهة نظريكم يعني كعالم كبير في هذا التخصص كيف ترى هذه البرامج مسمرة ولها تأثير وفاعلية في إنجاح وفي علاج مثل تلك الأمراض وما المطلوب في المرحلة القادمة منها وطبعا هذا السؤال سؤال حيوي جدا ومهم لابد أن ينعكس البحث العلمي أو المهارة الطبية للمؤسسات الجامعية إلى مساعدة المجتمع أو التنمية المجتمعية في مجال التخصص بنقوم بعمل توعية صحية فيما يخص أمراض الفشل الكلوي اللي الناس كتير للوقت مرعوبة أن هي زادت في العدد نعم وبنقول أنه لابد أن يكون هناك نوع من أنواع الحرص الشديد والمتابعة وعدم الإهمال وبيسألونا كتير قوي حين لما بنطلع في برامج إزاي نقدر نحافظ على الكيلة بتاعتنا فبنقول لهم هو أربع حاجات مهمين لأي شخص طبيعي أنه هو يقيس ضغط الدم كل شهر لأنه ضغط الدم من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى تعب الكلة نمرأ اتنين يعمل تحليل بول كل ثلاث أشهر لأن هذا التحليل هو مرآة للكلية واكتشاف سلامتها مبكرا النمرأ اللي بعد كده أنه يعمل أشعة صوتية على أساس أنه يكتشف إذا كان هناك أي أورام أو أي خلل في الصفة التشريحية بتاعت الكلة وأصبح الكثير من اكتشافات أورام الكلة وهي صغيرة الحاج مما يسهل علاجها بشكل جيد الحاجة الرابعة وهي كل ثلاث أشهر يعمل تحليل دم دوري وهو وظيفة الكلة إذا الأربع حاجات دول أعتقد أنه لا يكلفون كثيرا يعني أعتقد أقل من ميت جنيه الأربع حاجات دولي عشان يتعاملون بشكل جيد قياس البخت بصفة مستمرة إجراء تحليل دم تحليل بول أشعة صوتية من حين لآخر ثلاث شهور أعتقد ده حاجة بسيطة وفي مقدور أي حد ومجانية في مستشفيات كثيرة وليست صعبة الحصول عليها ده بالنسبة لكل شرائح المجتمع خصوصا بعد سن الخمسة تلاثين أو سن الأربعين يجب أن كل الناس تعمل هذا المجتمع فيما يخص موضوع سرطان البروستاتة فلابد أنه كل الزكور بعد سن الخمسين يعملوا كشف دوري لتحليل الدم لدلالات أورام البروستات لأنه تقريبا أكتر من 60 إلى 70% من هذا المرض بيأتي متأخرا جدا لأنه عدم حدوث أعراض شديدة في بداية المرض وبالتالي حينما يأتي المريض ويشكو فيكون تفاقم المرض وده شيء بسيط جدا وتحليل دم دوري بيتم كشف هل له بعض الأعراض اللي ممكن أن المريض يعلم عنها أو يستطيع من خلالها أنه يكتشف أنه عنده عرض ما فيلجأ إلى الطبيب المقتص لمعالجة الأمر قبل تفاقمه فيما يخص تضخم الحميد للبروستاتة لها أعراض كسرة التبول ضعف سريان البول الاستيقاظ في الليل كثيرا وهكذا لكن فيما يخص أورام البروستات هذا النوع يتم اكتشافه بالفحص الكلينيكي للدكتور مع المريض ويعضد هذا التشخيص بتحليل دم لحاجة اسمها BSA اللي هو دلالات الأورام للبروستاتة نعم طيب حدثك يعني في نهاية لقاءنا نحب إنحك توجه كلمة أخيرة للباحثين الشبان الكلمة اللي أحب إنه لابد إنه هو يبقى عنده هدف وواضح الرؤية ويبقى عارف هو عايز إيه وبيعمل كده لإيه نمرة اتنين ليس بالنسبة للجامعيين ليس الهدف هو هدف إنك تعمل عملياته بس لا أنت لازم تعمل أبحاث نعم علشان هتتميز وهتشتهر بهذه الأبحاث وهتوثري العملية التعليمية وزي ما بقول حتى المحاضرة اللي ألقتها في أول دفعة لأول يوم في جامعة المرحومة دكتور أحمد زويل للطلبة المختارين في هذه الكلية قلت له أول كلمة نزلت من منهج السماء إلى الأرض اقرأ اقرأ فنمرة واحد القراءة نمرة اتنين المشاهدة نمرة ثلاثة التدوين والتحليل التلات محاور دول هما دول أساس البحث العلمي ولما نشوف صورة اقرأ فيها القراءة وفيها الذي علمه بالقلم فهي الكتابة إذن الكتابة والقراءة والتدوين والمشاهدة هي دي مقاومات البحث العلمي أي حاجة تمر على الباحث الشاب لابد أن يحللها دون أن يدونها أو يقرأها أو يبحث بها حتى دائما أبدا كنت دائما نقضي للأطباء الشبان صغار السن لما يمر على المريض هدفه كله أنه يشوف الجرح وغير على الجرح وبتاعه وينسى يكتب طيب اللي هيجي بعدك عايز يشوف نسبة مضاعفات الجروح هيجيبها إذن أنت ما كتبتش إذن المشاهدة والتدوين دي أسس البحث العلم وده مش عايزين إمكانيات ده ورق وقلم والعين يعني دي ده نقول رشدة نجاح من العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن أبو العينين لكل الباحثين الشبان لكي يبدعوا ويتميزوا مع الأسف الشديد وقتي انتهى ولا يعني لم يتبقى لي سوى أن أتقدم بجزيل الشكر على تشريف حضرتك وعلى وجودك معانا النهاردة فكل الشكر والتقدير للعالم المصري الجليل الأستاذ الدكتور حسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والحاصل على جائزة الدولة التقدرية للعلوم الطبية لعام 2016 بشكرك يا فندم والشكر أيضا موصول لكل مشاهدينا إن شاء الله بنلقاكم الأسبوع القادم مع عالم آخر في برنامج علماء من بلدي فيها حاجة تافية حاجة بتخلك تدفت فيها سنة سنة دهيلة العظرية في مصر والبعالة طبليا في مصر مولد السيدة والذكر والهيطة وربعتين بركة بسيدة نفيزة المشي عالكورنيش والبركة في لقمة عيش فرح بلد وللتحن فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بنا دي تتعيبك ولا بيت سبها تحييرت قرد وحببها على قضاها في الأعيوبها حكا ملكتنا